إذا تعرضت المرأة على غيبيول ولا على التوكسو بلاسموز ولا تكونش عندها المناعة في الحمل ولا تكونش عندها مناعة وتتعرض هذه الأمراض في الحمل كي ينخطورة على الجاني بلما المرأة تتحسس بهذا المرض بعد الأحيان يكونوا تعرضوا على باش نعملوها نظر وخطوما وحنا في الجزائر وكمعارفين باللي نظر وخطوما إلي أنترزي يقولوا لها بعدي على كامل أنواع الكابي ما هو رأيك؟ المرأة ما ريهاش مريدة عندها حمل وهذا الوزن مو شكيل السيل بي في الحمل على خاطر إلا كان زيادة في الوزن في الوزن وولتها على الحمل ديجا لونك والمرأة السكر مشكل كبير للجاني ولمرأة إلا كان الباسين صغير والرأس كبير لونك أوتوماتيكما صابعي تخين سيزاغين غير تولد منا خسها تردع منا هذا البودكاست برعاية هيرت أكاديمي ولو يمكن رسموها دروك حارة أكاديميا لحسب ونترك تفرج في هذا الفيديو خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف شخص استفادوا من دوراتنا المجانية والمدفوعة هدفنا هو إحداث ثورة في التعليم أونلاين في الجزائر في مجالات التكنولوجيا والتطوير التصميم والإبداع العلوم والصحة الأنوثة والأسرة تطوير الذات وريادة الأعمال تحت الفيديو وردتلقى رابط الموقع وردتلقى أكثر من 150 دورة مجانية ومدفوعة وردنا نقارئ لك في أنستغرام باش تنضم لي جيش خباشين الخباشات باش ما تراتيش مسابقات الهدائي اللي يندروهم كل مرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي وأوفياء نادي لايت في حلقة جديدة من حلقات لايت روم من سلسلتنا قصرة طبية معنا اليوم دكتورة متخصصة في أمراض النساء والتوليد الدكتورة حاج سليمان مرحبا بك دكتورة مرحبا نوما شكرا للاستضافة شكرا لك لتلبية الدعوة دكتورة أولا عرفينا بنفسك أرغانا دكتور مير علي حاج سليمان شاهيناز مختصة في أمراض النساء والتوليد ومختصة في مساعدة طبيعية لإنجاب أنا عندي زوجو 30 سنة تتخصص في أمراض النساء والتوليد وهي 18 سنة في مساعدة طبيعية لإنجاب وأنا مديرة مركز الأسرار اللي هو مركز مساعدة طبيعية لإنجاب الله يبارك دكتورة مشوار مهاني حافل حافل يا إن شاء الله دكتورة لماذا تخصص النساء والتوليد بالذات؟ أغلق تخصص أمراض النساء والتوليد كانت تخصص أولي في الثانة الثالثة من المشوار من الإكسترنا من الإكسترنا من الإكسترنا من الإكسترنا وأنا من الأول مرة اللي دخلت الأنساء في الدجينيكوب حبيت نعمل هذا الإختصاص رغم كانت عندي لتخصص كانت عندي نقاط مليحة في المشوارات في المشوارات الإكسترنا بس صح حبيت هذا الإختصاص أخطر حبيت نجي كمساعدة للنساء وسيما في الزعامات الثالثمانينات كانت عنا رغبة باش نجي ونساعدوا النساء في المشوارات ونفتحهم كطفلة ولا كبنت ولا كأم ولا كجدة هذا المشوار هو اللي خلاني هذا الجانب هو اللي خلاني نجي كمساعدة للنساء باش نفهمهم ونساعدهم كامل الزبخة فتحمت على في كي سون أتخمار أتخ في جن في أتخ جن ماما هذا هو اللي خلاني نختار هذا الإختصاص اختارتي واختارك وانا نقول كامل هادوك العملوا حاجة اللي تحبوها لخطر هي ماشي حاجة اختصاص صعب بس كفيه بزاف تعل المشاكل بس حكي يكون اختصاص يكونوا حابين ومن الأول نحملوا كامل المشاكل اللي يكونوا يكونوا في هاد الاختصاص دونك يفوش وزير الاسبيساليتي كون نام باش واحد يعملها يخدم غاية خاصو يختار الاختصاص اللي يحبوه دكتورة موضوعنا لنهار اليوم سيتحدث عن فترة حساسة جدا خاصة بالنسبة للأمهات الجدد وهي فترة الحمل فترة الحمل هي حاجة لأول مرة تجربة أول تجربة للمرأة بعد الزاوج وهو الحمل الحمل نحنا في المجتمع تساعنا الحمل حاجة كل واحد يسنها المرأة تزوج مننا كامل يحبوها تحمل مننا ما نهدروش على التأخر في الإنجاب ماشي هذا الموضوع اليوم بس صح الفترة هذي مهمة جدا هي كما كامل في مراحل الحياة خاص تعلم وخاص المرأة يكون عندها سيتحدث وحد يدعمها ويعلمها كيفاش تفوت هذا المرحلة كل شيء نتعلمه في الحياة نتعلمه نكون ممتع بالحمل نتعلمه كيفاش نبولده نتعلمه كيفاش نكون أم نتعلمه من بعد كيفاش نكون مدلمغ نتعلمه كامل المراحل تثير الحياة نتعلمه فيها المرأة البيئة إلى الأدور في المجتمع وأول حمل هو التعلم الأول كيفاش نقومه بالحمل وكيفاش نسنه طفلة ، وكل Padget هو المرأة الأولة تسنه تجربة جديدة ومهمة جداً في المجتمع تساعنا المرأة اللي كايمة تجيبش دراري ما عندهاش دور كبير في المجتمع تساعنا خاصها تكون أم ربما المجتمع مارس ضغوطات على كي كنت أخر في الإنجاب هذيك احنا نعيشوها احنا في المراكز المساعدة الإنجاب كي المرأة تفوت عامين ثلاثة ما تجيبش دراري يكون ضغط كبير لازم لها تجيب دراري وهذه المرحلة كي تجيب دراري خاصها كي تكون في الحمل الأول خاصها الحمدول لهذا احنا عشنا في فترة في الثمانينات كي كنت عادة نعمل للغيزي دانا كانت المرأة تعاني من هذا العدم ما كنت تفوت بزاف ما كانت الفحوصات بزاف ما كانت المرأة ما كانت عنا كماندير ما كانت لا لا لكن الوصول لسيك لا كولتور لا فام لا فام ما كانت تمشي بزافة طبيب بكري كانت تكيت الحمل تمشي تمشي غيرها اللي تولد بعد الأحيان كنا نشوفهم غيرها اللي يجيو يولدو دروا كلها الحمدولله المرأة هي واعية ونموشة معرها واعي وحتى الزوج راه واعي كامره هم يقوموا بفحوصات طبية من اللي يبدأ الحمل حتى اللي تولد الحمدولله بكري كنا نشوف المرأة تجيو حدها للعيادة دروا كلها تجي مع الزوجتها الزوج راه يجي يشوف الإيكوغرافي معها يدعم ما تتحير عليها بكري ما كانت تحير عليها كانت تولد وخلاص لا تجيب بنت ما يشوش فيها ولا تجيب واللي يشوف فيها أعتقد الخاطئة دروا كلها الحمدولله المجتمع تتطور بزاف ركاين واعي الحمدولله دكتور موضوعنا لنهار اليوم هو موضوع الحمد إذن سنقسم حلقتنا إلى ثلاثة مراحل قبل أثناء وبعد فترة الحمد أول سؤالي هو عن le conseil génétique ربما هو مفهوم شائع عند الغرب وحتى الأزواج يتخذونه كخطوة قبل قبل حتى زوج لكن في الجزائر مازال غير منتاشر هي le conseil génétique ويعيطوا الفحص الوراثي هي en principe ما نجيبش يكون أول خطوة قبل الحمد علاش على خاطر صوف إلا كان كائن بعد بعض الأمراض العائلية نعرف بل في المجتمع الجزائري عنا بزاف أزواج عائلية الحمدولله مراهيش بكثرة كما بكري بعد القورة كانوا يزوجوا بعضهم بعض وكي يكونوا يزوجوا بعضهم بعض مشاكل وراثية خطيرة الكونسال جينيتيك يكون كائن مشكل دجا في العائلة يكون كائن ملادي غار بعد الكونسال جينيتيك المشكل هنا في الجزائر لدينا الفحوصات الجينية استطيع التحاليل الجينية كائنة في أي مخبر تمشي ما ملا ما يدلوش في الجزائر يعملوه في الخارج نبعتهم الخارج بصح المرحلة المهمة هي الفحص الجيني تدير الكونسال جينيتيك ما لغزمه هنا في الجزائر ما عندناش دي جينيتيسيين كلينيسيين تدير يستقبل للأزواج ويعرف ما هو ما صارت تحوم في العائلة تحوم لا كان كائن مرض ولا لا هذه الخطوة ما زال قليلة في الجزائر نحن نحسوها بزاف المراكز مزالي للإنجاب على خاطر نحن لدينا بعض الظروف اللي تخلي كائن تأخر في الإنجاب سيما عند الراجل ولا عند المرأة وخاصنا انا بزوان دو هدك الكونسال جينيتيك ما مالغزمان نحن نعملو تحاليل تعلاجين اللي بلو فريقن كما بالنظام في الانيدام الحيوات المناوية السائل المناوي نعملوه سعرنا ميكو ديلسطي معشنا عارفوه انا راجل يحتاج تلقیح أمبومي جهري ولا لا بعد الأحيان انا ميكو ديلسطي كون كبيرا تلقیح أمبومي جهري ما يصلح لش خاصو يمشي عند الإدوبتشي عند التبني نحن السدان نحن نحن نجد مع النش انا نحن نحن السدان نحن 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 سدان لكننا نحتاج لك أتنوار الرياضي وإن شاء الله في العمل المجال إن شاء الله مستقبلا مستقبلا فإن لديه تحسس محوظ يجب أن يتمدع كل هذه المرحلة لأننا يكون هناك بشكل مباشر وإن شاء الله إن شاء الله في الأعمال يجب أن يكون هناك ستحسس ما نحن 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 نحعم إن شاء الله دكتورة يقول انه من المستحسن قبل اتخاذ قرار الحم المرأة تعمل فحوصات ربما توفر عليها جهد ومل وتحمي جنينها فيما بعد بسفة عامة مكاشف فحوصات كبيرة أنجل نغال كي تعمل تعمل فحص طبي قبل الحمل نشوفه من ناحية العدوية عندها مشكلة ولا لا بس حال الفحص المهم نديره قبل الحمل وهو أنجل نغال يعملوه في العاقدة للزواج وهي التحاليل لتعلمناه نعملوه بالرغم سيرولوجي هدو بسفة عامة بسحلي مهم مهم جدا في القبل الحمل وهي التحليل لتعلمناعات لتوكسو بلاسموز إلى غيبيول خاصكم تعرفون بلي هدو زوج أمراض مع أنهم حتى تأثير سيلي على المرأة خصوصا تكون قبل الحمل ولن بعد الحمل بسح إلا تعرضت المرأة على غيبيول ولا على التوكسو بلاسموز وتكونش عندها المناعة في الحمل وتكونش عندها مناعة وتتعرض هالأمراض في الحمل كان خطورة على الجاني بلما المرأة تتحسس بهذا المرض تجي ما تتحسس به وغير في الدم يبان باللي جاه المرض ما تتحسس به ويكون خطورة على الجاني ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي خاصها تعمل هذا التحليل المناعة قبل الحمل كشمالة صغاريات الصغار هادوك البنات الصغار هادوك البنات الصغار هم يعاملو لهم واقسان كونتخل لاغيبيول بكري احنا كنا نتعرضوا على هذه المشكيل بسكن البنات ما كانواش يعملونهم الفاكسنت على غيبيول سكيفي كانت تجي لغيبيول في الحمل ولغيبيول مالغزما مرض خاطير بزاف على الجاني وبعد الأحيان نتعرضوا باش يكون ساشوه هات كبيرة وبعد الأحيان يكون نتعرضوا على باش نعملوها وحنا في الجزائر وكم عارفين باللي لغيبيول إلي أن تغذي دونك مدى بينا تكون عنا وقايا قبل الحمل هذا هو هو السابق التي تقدم أن يحصل على أحيانا وحسب أن يتعلن أحيانا أكتب معها سأتدى أنه يحاول بإمكاننا بالطلوب الآثة لها هل يчивоном في الباب المنزل الآثة؟ الباب المنزل بالطبع مهلاد Gambيريوس المنزل المنزل في الباب المنزل في الباب المنزل في الباب المنزل لا يريد الشخص يكون نقرسة ساريته. ها دي سيدان الميور دي كا. إلا ما كاش نقرسة ساريته لبيبي يخرج عاوك باكو دو مالفرماشن. أبخي لطردو بريبيت خيمة سي پا بخو ملم لاريبيول. سح لطوكسو بلاسموس بار كندخي لا. بسكو لطوكسو بلاسموس يجتم بارازيت. وشحال ما هو يتكمل في المشيمة عن الحمل. نوك شحال ما المشيمة تكبر. شحال ما الحمل يكبر. شحال ما المشيمة تكبر، شحال ما المرضي يزيد الخطورات به. عليها الفحس هذا المناعة لازم يكون كل شهر. كل شهر خص من عمله لطوكسو. البدرور دي سيكون نقاط نقاط كل دي سيكون بذي سيكون بذي سيكون. إذا كان في معجب مهمه مجرده كان لعدامنا. كان يكون بذي سيكون موجودة. لعندها اقتصاب المناعة. عليها لازم هاد الفحس وإنه يجب أن تكون بسرعة من المصدرات ومن يكون هناك خاصة من المساعدة لكن الخاصة أنه يتسرعون مع المصدرات ومع المصدرات المتحدة وإنه ينطف على المصدرات المباشرة لا يوجد اكتوه دكتور كيف فكرة شائعة بالنساء الحوامل ربما حتى بعض الأقارب ولا ممكن أطباء يقولوا لها بعد على كامل أنواع الكابت ما هو رأيك؟ الكبدة دعبور هي بروتين لأني هي بروتين الكبدة برقب لهذه العامات الأخيرة كما اللحوم كامل لها تتربى الغنم الغنم يتربى بالزغمان بالزغمان بزاف كيف فكرة الكبدة فيها نسبة كبيرة تعالهورمونات من هذا الجانب بلك ربما خاصة تجنب الكابت بس حالكابت لا يريد أن يتاكلوا كل عيوم يتاكلوا مرة في العام ما نظرنش المشكلة يكون في الكبدة خصوصيا بس حالكميات الكبدة التي يتاكلها نعرفه باللي في المجتمع الكبدة تعالى الغنم غالية بزاف أنا وشكلها بزاف بس حالة سيفغيك ما خاصة تاكلها بزاف بكثرة كل يوم لخطر فيها كامام نسبة كبيرة من الهورمونات هذا هو الجانب السلبي ونسبة نسبة الفيتامينات اللي فيها العالية تقدر تقضيها الجانب؟ هي كيكون كاين كيكون كاين فقر الدم كامل الأطباء ولكامل الأخار ينصحوا المرأة باش تاكل الكبدة باش باش الفقر الدم ما يكونش عندها بس حفقر الدم نجو ما يكون كي ما تاكلش ملاح كي ما يكونش ندعم غدائي متوازن وخاصها تاكل ترفض مكاملات غدائية بس ك المأكلات اللي تاكلها بعد الأحيان ما تكفيش لها و للجاني عليها تضطر تاكل شوية ترفض مكاملات غدائية طول الحمل ومنها الحديد طول تسكية فاخ بس ك الفقر الدم يكون مشكل في الجاني سيما كي يكون نمو تاكله ونمو تاكله يكون سلبي ومن بعد يتعرض على أمراض خاطرة كي يزاد دونك خاصها تعرف باللي الفحص تحاليل تاكل الفقر الدم يكون مرة في الشهر باش تعرف الوضعية تاكلها وتعرف كيفاش الجاني التحار هي كي يكون كي يكون دور تاكله دكتورة مع بداية الحمل تبدأ بعض الأعراض المزعجة بالنسبة للمرأة الحامل مثل التقيئ والغثايا دكتورة كيف تتجنبها أو ربما تنقص فقط من حدتها هي الحدة كلها والمرأة كل المرأة وكيفاش تعيش البداية على الحمل تحالها هي من ناحية العلمية يقولوا باللي شحان أمها تكون يفصوها ك البيبي يتكون من ناحية الجينية يتكون 50% في المرأة وخمسين بميام الراجول وقد كمسين بميام الراجول سيكون كمسيدره 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 عندها 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 تقيم كمسيدره 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 بالصح بسح تكون عندها ريادة ومن أهم الريادة هي المشي المشي على مدابيها من بداية الأشهر الأولى إلى مشكل في الحمل والريادة الثانية هي السباحة السباحة ما كانش مشكل تمشي للا بيسين من أول شهر حتى الآخر شهر ما كانش مشكل ما كانش حاجة ليتمنع يكاين ريادات اللي زعمت تطلب جهد كبير كي ملايغو بيك تقفز ولا هاديك نون يفو ولا كي مباريزم بليكيتاسيون ولا هادو ريادة مدابيها دجنبهم دفعين فيهم بزاف فوق فوق فيزيك بسح يبوك دكتورة خلال فترة الحمل تتغير الهرمونات نسبة السكر في الدم أو الكوليستيرول لذلك قبل أي فحص يطلب الطبيب المختص من المريضة القيام بعدة فحوصات هي الفحوصات الطبية نقوموها من أول فترة الحمل من أول شهر في فترة الحمل كانت تغيرات كبيرة ومن أهم تغيرات هو مقاومة لانسولين حسنا نعرف باللي المرأة علش في الحمل تتحل تزيد في الوزن لخطر ربي عملها تكون عنها مقاومة لانسولين باش تدخر كامل المواد وتكون للا كانت تختار قديما كي كانت المرأة تكون بالحمل بعد الأحيان ما كانت الماكلات توفر لها طبيعيا عنا مقاومة لانسولين هي اللي تدخر المواد المأكولات باش تخلي المرأة توفر بصفة مستمرة المأكولات للجانية بس صح في هذا المجتمع من كين توفر الماكلة هذه مقاومة لانسولين بعد الأحيان متعددة تكون إيجابية تكون سلبية بس كين توفر الماكلة لك المرأة كيتأكل بزاف الحلويات وبكيتأكل مع مقاومة لانسولين بعد الأحيان يكون عندنا مرأة السكر تعال الحمل والضاهرة الثانية اللي كين في المجتمع سيكون لفا مرأة بزاف أنا نعطيكم غير نظرة هادي 30 عام كي بديت نتخص ستاعي كانت عندنا مرأة ولا زوج يكون في السمنة على عشرة ضربك حنا في العيادة تسعنا رح تجي ما عندهاش الوزن بزاف وهاد الوزن مشكل يسير بيه في الحمل على خطر إلا كان زيادة في الوزن في اللو وليس على الحمل ديجا والديد هاد الوزن يزيد مع الحمل زيما بصفة عام ما يزيد مهما كان هاد الزيادة في الوزن تزيد مقاومة لانسولين ويكون كين مشكل في المرأة السكر على الحمل كامل الأطباء المختصين في أمراض النساء والتسوليد يعملوا فحص على غليسيمي بالدول على الحمل وعندنا تست كون في 28 أسبوع على الحمل وهي 6 شهر نحن نحن تست للشارج للغليسيمي نشوف البانكريا يتعامل مع الوزن الفائد والسكر الفائد ونعرف المراد السكر يكون الوزن ديجا وتكون داهرة وراثية في العائلة لدينا احتمال كبير لكي يجي مراد السكر في الحمل وهذه داهرة رح نشوف ها بلوس او بلوس في المجتمع تسعنا بسكورا كان مشكل ميتابولي بصفة عامة ويتأثر على الحمل لنك والمراد السكر مشكل كبير للجاني ولمرأة هو والمراد الضغط بلمراد الضغط حاجة اخرى ماشي السوم نجيبو بالصح مراد السكر ديجا لبوا دونك سيغ فيه سن با نرى غوس ديجا خاصنا نبدأ الحمل بوزن يكون مقبول يكون عالنا سكون أبنين يمسي أطور دو 25 ولا زاد الوزن خاصو يزيد بسيفة دو مانيا غيقوليا ستزيع بالأكثر بكيلو ولا كيلو ورطال في الشهر المرأ خاصها تزيد كيلو ولا كيلو ورطال في الشهر بعيد لأن تلتشهور التالية اللي فين نزيد فيهم بزيف نوك خاصها تحفيد على وهذا بال هذيك الهيجيان دو هي الغداء المتوازن خاصها ترفي اتنسون على الاليمانتاشون والاكتيفيت فيزيك خاصها تمشها خاصها يفوك سديبانس باش تكون عنا توازن ما بين الشهر تاكل وشهر ديبانس دكتورة كملنا مرحلة الحمل يأتي اليوم الموعود خاصة بالنسبة للأم الجديدة ليكون أول مولود لها كيفش تتعامل مع الخوف والسترس وكيفش الجينيكولوج تمتص توجدها هذا الانتصاص على الدقت يكون كيكون فحص من أول شهر حمل كي تشوفها بمانية غيريورية هي عام خانسي بعد نار بعد ساكل خوف ساكل ساكل إجبارية في الحمل الفحص الأول باش نعرفوا لكين الحمل الفحص الثاني كيكون في 12 أسبوع باش نشوفوا هادا كلوتس على تخيز ومي بنتين ساكل أكلا لك عندنا الفحص 20 أسبوع وهو الفحص اللي نشوفوا فيه لكين تشوهت في الأعداء يعيطولوليكم مغفولوجيك وعندنا الفحص الأخير في أول شهر التاسع باش نعرفوا الوضعية على الجاني الوضعية على البيبي ونشوفوا أس كوكاين احتمال لكين وضع طبيعي ولا وضع بلاسي زغيان لك هنا الطبيبة كي تعمل دجا هال الفحوصات المرآة دجا تكون عارفة كيفاش رفت الحملة تحها وتكون متفاعلة بللي كل شي رهم ليح وتفهمها خاص الطبيبة تفهمها بللي لكين إلى الرأس إلى الوضعية على البيبي خطر احنا باش نعرفوا لكين احتمال وضع طبيعي ولا وضع بالسيزغيان نشوفوا دابوغ لابوزيشون تاع البيبي الوضعية تاع البيبي أس كرا صورة الفوق أس كرا صورة لتحت نشوفوا الوزن تاعه إلا كين سمين بزاف إلا كين صغير بزاف إلا كين وشكي الطبي ما يخليش يزاد طبيعي إلا كين نديابة إلا كين لأطنسيون نشوفوا بزاف تاع الأمور نشوفوا المادة فرا عايش فيه لرا كين سوفيزاما أس كسيا أنيدراميوس كسكيان لليقو أميوس كامل هاد الدوروف نفهموها من المرأة باش توجد نعملو سكونا بالغاديو 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 نعملو باش نشوفوا الباسا لاخترخصكم تعرفوا بللي الجاني عندو زوج تعالي زوبستاكل عندو زوج تعالي حجازات الحاجز الأول وهو الباسا إلا كان الباسا صغير والرأس كبير دونك أوتوماتيكما سا يتخل سيزاريان مانا إلا الباسا كان نغمال والبي كان نغمال يبقى الحاجز الثاني وهو اللي كل اللي كل ما نعرفوش حتى كي يبدأ سكون أبر الموتر حتى كي يبدأ ولي كنتراكسيون نعرفو اللي كل لا ينحل ولا ما ينحلش اللي كل على كل حال عندنا الوسائل باش نحلوه الباسا هو اللي ما عندناش الوسائل باش نكبروه والرأس باش نصغروه بون كان بزاف اللي كان إشاعات شعبية يقول لك باللي بكري شعبية على اشعب الز narrow شعبية حتى كي يوبرد amo البيب البيب والباسن على حساب دورست الطبية. الباسان راي صغار. علاش راي صغار؟ باسك ما تنساش باللي احنا الجدود تتاعنا اللي فام بكري جدات تتاعنا وكل شي كان يتكفلو يقعدو في الارض. سكيفيك الباسان سيتالي. الي تي بلو لغش. ما نحنا نضلو واكفين. احنا نقعدو على الكراسة محناش نتكفلو محناش نعملو ليزي فوق. سكيفيك الباسان تتاعنا راي صغار. علو الباسان راي صغار ولا تتتاعي بي ما يتكبر. سكيفيه اوتوماتيكما وفى بلوس دو سيزاريان. يفو ديغوسي كبكري كانت الناس تولد ستة سبعة تاع دراري كانوا يقولوا كان يندي يعيش كان يندي ما يعيش. تحضروا كالدنيا المرأة اللي تجيب زوجة الأطفال والثلاثة خاصها تكون النوعية مليحة. والطبيب يشوف. يشوف شغل العادل يشوف حتى النوعيات على البيبي خاص البيبي ما يسوف ريش في الاخوشم. دكتورة، احيانا نيامر الحمل كل شيء بشكل طبيعي. والباب يزيد نورمال. لكن الام تصب باكتئاب ما بعد الولادة. ما هي اسبابه وكيف تتعامل معه وخاصة دعم العائلي. الغهير الاكتئاب بتاع الولادة هي بصفة عما يكون يكون. السيس كونابلة شد دي زومان اعرف اللي كان في الحمل كان افرات هرموني. الهرمونات يكون نسبة حمل كبيرة بزاف. كي يجي الحمل كي يجي الوضع. لا كوش ما. يعني شد بروتالة على الزومان. بعد الاحيان هديك الشد بروتالة على الزومان بعد الانسام ما يحملوهاش. علي هاي جي الاكتئاب بتاع الحمل. سكونابلة بلوز بايبي. بلوز بايبي. سي سكونابلة الدبريسيون دي لفام انسنت. هاد الالدبريسيو احنا انجنرال في المجتمع التسعنى معنى كاين بعد الاحيان كاينة. بس احما نحسوهاش بزاف على خاطر المرأة كيتولد زمك كامل العائلات يدور بيها ويعني تعامل معها غايا. زمك كامل يدوروا بيها يعمل هادك السبوع. كامل تقصوا هاد الظاهر الاجتماعي والثقافي تتاعنا يخلي العادات يخلي تحس لها حاجة مهمة كيف فالك الاكتئاب شوية ينقص. بس هاد الاحيان نحسوه احنا وكاين ادوية الحمد لله نعاملوا المرأة بالأدوية بمعاملة ونهضروا معاها نقول لها بلي حاجة طبيعية وكل شي ويفوتس ان شاء الله. بسبب الدعم العائلية ينقص مقارنة بالدول الغربية في المجتمع الجزائري. لا كاين اكتئاب حب الدول المرأة كيف كيف حب في الغرب ولا عنا في المجتمع الجزائري بس هاد عادات والثقالي تتاعنا شوية تخلي هاداك الاكتئاب يكون احساسه اقل. بس كيف البلدان الغربية المرأة تصيب وحدها تبراسها وحدها من بعد لكوشمو. احنا عنا هاداك الدعم العائلي يخليه يخليها تحس لها ديجا لفاة داوغا بيبي. تقولي درجة تح المجتمع في الدرجة تكون تقولي ام كي تقولي ام زي ما كاين حددعم العائلي خاص يخليها تحس رأسها حاجة مهمة وهذا يخلي بالاكتئاب ما تحسوش بزيف. دكتورة النقطة الاخيرة اللي حبيت نكملو بها حلقتنا لنهر اليوم وهي الرضاعة الطبيعية. كما كما لابنا راي تنقص عام بعد عام. حتى وصلت نسبتها اقل من سبعة بالمئة في الجزائر. ايه ما لغزمة. انا انا نحب بزاف ندعم بزاف الرضاعة الطبيعية ورضاعة طبيعية خست هالمرأة تعرف باللي غي تولد مننا خاصها ترضع مننا. ساعة الاولى. سكونا بالساعة الاولى عشان لا خطر لغيفليكس دوسوسيون. هاداك لغيفليكس دوسوسيون يجي كل بيبي يزاد مننا يكون عندو لغيفليكس دوسوسيون مننا. هي في البلدان الغربية ونطبا في الولايات المتحدة الامريكية كل مرة تولد يخلي ولجاني على فوق الكرسة عمه. والجاني واحده يفتش على الرضاعة كيما اللي كيما اللي بالحيوانات يفتش على الرضاعة غي يزادو يحطوهم سورة والبابي واحده يفتش على لتيطن باش يرضع. دونك احنا المشكل سكو بزاف سع الأمهات كي يولدو سيبغيك الولادة ماشي سهلال وجاع وصخطو عاود القيصرية تكون عادة تتخذير وهدا تفرط في هادوك الربع سوية الأولى تارضع هادوك الكاتب خميار زورة يسو أمبورتانت. اختار من بعد الريفليكس دوسوسوس يلدسباري. يلدسباري بورنو غير باريت فكي 48 أورا بخي. 28 ساعة دا يعود يولي. دونك هادوك الفترة كيما تصغلهاش ارضع ديجا ما تفوتش غاية. والحاجة الثانية سيكو ارضعها خاصها دا بوغ الراحة. بسكو ما سيبغي كامل نحنا نسا عنا ليمام غلاند. ونا ليمام غلاند في السادة تتعنا عنا لنفس الإفراز تعال حليب كيف كيف. سوف كاين دوروف بتخلي هادوك لنفس الإفراز يكون مليح و ليلا. لونك اللوغو بو كودو بزاف تعال ما خاصها تشرب بزاف الماء. حتى ثلاثة ربعة خلوة تعال ما في النهار. باش يكون عندها الحليب. وخاصها تعطي الوقت للبيبي باش يردع. تزغم هو فلوسقته فلول. خاصه يردع. كون ساعة ساين. وكو ما أقول زان خاصها تكون فريمان زان باش تعطي الوقت باش يردع. وهذا كالك الجونجد ماترنيت الي يمدوها للعاملات ماشي سيبا أعطي هوهولو باش يكون كاين هاد العناية مع الطفل. كاين لي تتحجج بالعامل ولا تقول الاحلي براه ناقص ما يكفيش؟ هيا كامل هاد العوامل يعني هدرتها لك صديق الرضاعة المبكرة عامل مهم جداً وحاجة اخرى من ناحية الفيزيولوجية الحليب ينقص عشر يام بعد عشر يام تاع الوضع ينقص شوية في هذه الفترة اللي الأمهات يجعلون الرضاعة من يردعو الخطر هو فيزيولوجيك ما ينقص لما تعطيلو البيبغون في هذه اليامات خاصها تزيد و تزيد باش تردعو بصدرها والغلطة الثانية اللي يعملوها الأمهات يحبو يزيدو البيبغون يزيدو البيبغون تعليل أجني غا تقول كنا نعطيلو البيبغون تعليل باش هو يرقد وانا نرقد والبيبغون تعليل هو اللي يخلي رضاعة ما تكونش بسكو لا لاتما نوكتورن تزيدو الرضاعة تعليل هي اللي تسحفظ بالرضاعة دون كي لا يوجدين ببيبغون يوميون يوجدين ببيبغون أميدي ولا وتخلي رضاعة تعليل في الليل حتى شحال ما تزيدوه في الليل شحال ما رضاعة تقعد لها كيفش الطابب المختص يقنحها بالرضاعة الطبيعية و باللي هي حماية لها أولا يهدر لها على الأجسام المضادة اللي في الحليب سوخطو اللي يولدو هكذا معا جوية معا جوان جوية وعنا الصيف عنا الحرارة تكون عالية ما كاش كل حليب الطبيعي لتاع الأم على خطر يكون موفر في أي وقت وأي بلاسة تكون يكون موفر درجة الحرارة تعمل إيمان اقتصادي اقتصادي سوخطو دروك الحليب راها غالي لنك مدى بيها تاكل مليح وتردع مليح ومن ناحية المناعة حاجة مهمة جدا بس كل أجسام مضادة ما تشعر تعملو بالحليب الإصطناعي الحليب الإصطناعي قادر ما ميدلو حساسية او لا؟ بعد الأحيان هي كي ما نصيبوهش علاش بسي فعليات مدلو الحليب الإصطناعي بس حمدى بيها اللي تقدر شوف كام الأمهات يقدروا ما كانش وحنان لي متنشتر ما كانش حجالي تمنح حصوال عامل شوفهم هادوكتة على بره على بره ما عندهم لا ما كلالة والو يجبدو يردعوا ولادهم وعليش؟ هما عندهم لا ما كلالة والو يردعوا ولادهم واللي عندها كل شي موفر ما تردعش ولدها ولا بنتها خساتها تقول الوقت خساتها تكون خساتها تكون فغيما باغية تردعوا لازم دكتورة كمنا حلقتنا لنهار اليوم شكرا جزيلا لك على قبول دعوة شرف لنا شكرا لكم على الاستدافة وعلى كما نقول سيجي انتريسان هاد الموضوع الموضوع المتعلق بالمرأة وهو زعمك بريمان ما شكرا جزيلا لنهار اليوم شكرا جزيلا لنهار اليوم ان شاء الله نكون وخفف عليكم ان شاء الله كانت حلقة مفيدة لكم وملئة بالمعلومات خاصة لامهات الجدد دمتم في رعاية الله وحفظه أي معلومات او اضافات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة